السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كتعاني الزف من رأس ديالها وانحيف الزف يا رب يا كريم ومشيشة طابل مع الوالدة والواليد ودفشي مع عطمانها شحال عمر ديالها لخديجة خالر ديالها وقل 22 عام مريد شحالها دي وبحسينها دي الله يشفيها ويعافيها يا رب هذا كدكتور دعيناها وتعطيني المرأة ديالك هذا كدكتور واخا بنتي بإذن الله واخا بنتي خديجة ربي الله يشفي وعافي الله يشفي وعافي الله يطول عمرك ويحفظك ورعك بنتي خديجة هذا السن لل22 عام بالنسبة للفتيات واحتل الشبان دكور هو سن قد يكون حارجا عند البعض احتل الالم ديالدماغ حسب معلوماته البسيطة في عالم الطب والصحة ربكيش مرض حقيقي ديالدماغ كين مرض حقيقي ديالاعصاب الدماغ ربما كندل السكاناغ أو كندل الشبكة كيتمين بأنه في الغنيب سليم ما كيفي لا دماغ ولا انسداد بعض العروق أو كده وإنما المشكلة الأصلي هو أعصاب هذا الأصاب نتيجة عن ماذا؟ أن في هذا السن حرج المراهقة الفكرية والروحية والنفسية والجسدية في العشرينات يكون بعض الشباب يفقد الموصلة يتأمل وينظر حوله ويحلل الأوضاع وربما يتجه نحو تحليل سيء تحليل ربما غير مرضي وبالتالي يتكون عنده عدم الرضا العلاج ربما قد يكون في جلسات عند بعض أطباء النفس وقد يكون الإنسان مع نفسه أحيانا ممكن أن يعالج نفسي بنفسي عن طريقي أن الإنسان يعرض أمره على خالقه هي الطريقة البسيطة للعلاج أسهل بسيط طريقة مجانية وسريعة وفعالة وهي أن العبد المؤمن يسخن عليه رسوله وكيبقى يفكر كيف جرى ولما جرى وعلى شو قع كذا وهذا الأخطاء اللي وقعات شو كل المسؤول عليها وش الوالدين ولا الأخوت ولا النظام العام ولا الوضعية الاجتماعية كيبقى يتسأل بزاف وما يلقى الجواب مقنع وكيبقى يحاول برع نفسه يقلم على الشمعة يلقي عليها أخطاءه وربما ظروفه التي لا تسر العلاج ببساطة إياك أن تسأل كيف جرى ولا لما جرى ولكن قل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لأنك لبقى تسول كيف جرى ولما جرى قد تسمع ما لا يرضيك وغير تبقى في حيرة كبيرة الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد اختفي تلقائيا إذا قمنا بعملية عملية الإعادة البرمجة البرمجة تكون ببساطة ما تحتاج إلى علوم وإلى معارف وإلى مدارك وإلى خبراء تحتاج فقط أنك تسلم أمرك لصاحب الأمر لله عز وجل يا رب إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوتت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت هذا الذكر كان نبي الرحمة معلم البشرية صلى الله عليه وسلم يعلمه صحابته ويعلمه من خلالهم للأمة الإسلامية إلى لقاء الله ذكر بسيط مالك أنبغي نعس في الليل وأنا عمر مش حود عندي مشاكل وعندي هموم وعندي مخاوف دي المستقبل الوضعية كتبالية متأزمة وقالها على الرزق والأوضاع غادية في تدهور كنشوف الماضي ديالك يبالية مسيء وقرار تخذي تفاشلة كنشوف الوضعية الحالية من يعليها غنشبع كل شي وغدر من الكورة وراء ظهري وأسلم الأمر لصاحب الأمري أشغل ندير قبل ما الناس هن توضع الناس عن الوضع على طهارة وغنستقبل لقبلة وغنقول الدعاء المتور اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وثودت أمري إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت اللي حافظوا يقولوا بهذه الصيغة النبوية الشريفة واللي ما حافظوش يقولوا بالدريجة يا ربي أراني وجهة الأمر ديلي لك أفوت الأمر كله لك يا ربي أنت صاحب الأمر وأنا عبدك الضعيف وأنا فقير وأنا ضعيف وأنا هزرايا البيضاء أبسلم أمري إليك وألتمس منك يا ربي أن تتدخل لإنقاذي إني لا أحسن الإختيار فاخترني من عندك يا ربي إني لا أحسن التدبير فدبر لي شؤوني من عندك يا ربي إن رزقي قليل وعندك خزائل السماوات والأرض أعطني مما جد علي مما عندك يا رب العالمين وهكذا نجي الله بالدريجة تكشيني في قلبي ربك يعرف ميمونة وميمونك تعرف الله تعالى وملك تقول هذا الكلام قد يعطيك الله مباشرة وقد يؤخر عنك إذا أخر عنك اعلم بأن الله يحبك أكثر إذا أحبك أعطاك ولكن إذا أحبك أكثر يقول لجبريل تريت يا جبريل تريت لا تعطي لعمدي حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه وكي يبقى ربي عز وجل كي يجمع ليك كي يجمع ليك كي يجمع ليك حتى الوحى النهار وكي يفتح لك أبواب السعد كلها وكي يعطيك الله تعالى الخير الذي ليس له حدود في السعد في الصحة والعافية وفي العلم وفي المعرفة وفي العلاقة مع الناس وفي نور الإيمان واليقين واتشعر بأنك في جنة أنك في نعمة شاملة وتقرسك أنك في حضائق نتبهجة أنك في نعمة من عند الرحمن أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ببركة النبي الشفيع كي يريد أن أقول الأحباب الكرم أرى الحياة بسيطة جدا فقط علينا أننا نقطع الرجاء في المخلوقات لأنهم ضعافا مثلنا ولكن نربط الرجاء كله في المولى عز وجل في الله رب العالمين الله صاحب الرجاء وهو صاحب العطاء وهو صاحب الكرب اللهم تجلى علينا جميعا بالرجاء اللهم تجلى علينا جميعا بالكرم اللهم تجلى علينا جميعا بالعطاء اللهم يا رب حقيق الرجاء يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى يا رب إنك تعلم دنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا فاشفيها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم أعداءنا فكفينا شرهم يا من فيه رجانا حقق لنا الرجاء قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله